هذا المساج اللي يصفت لك هذا هو الاعلى اللي كسفت لنا الابيسو اللي كسفت لنا بالياريا بالنسبة هذا العام يعني الدخول لبورتو قليك عاي يكون مستريكتو يعني عاي المراقبة اكتر بالنسبة البيتس الدخلة والخرجة ديالهم تكون في 24 ساعة ديالهم يعني معاي يكترولي في شلس ساعة او لهذا ولكن النهار اللي عاي توصل يكون ديك البيت في ديك ربعة وعشرين ساعة يعني حوالي ديك ربعة وعشرين ساعة اللي هو وصل فيها يعني مشي عاي مراقلو الدخلة ولهذا ولكن عاي كل اغلب الاصباقية بمعنى مقبلين على العطلة الصيفية والبداية ديال الصفر ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج فمعلنا الا نشاركوا معكم هاتف فيديوهات هي فيديوهات تحذيرية بالي يعني الناس اللي كاتهوز الحمولة اكتر من المسموح به هنشوفوا هاد الفيديو كذلك غادي نسمعوا اوديو لصاحبات وكالة اسفار نور بالنسبة التذاكير المفتوحة سمعوا هاد الاوديوهات غادي نهضروا على الغلاء ديال التذاكير وعمليات مرحبا البرتاج لايكات ديالكم اه ليما بشارك معنا في قناة الشارك ونسمعوا هاد الاوديو والفيديوهات ونمشيوا التفاصيل السلام عليكم عثمان اتمنى تكون الاخر وباخر هذا المساج اللي سيفتلك هذا هو الاعلى اللي سيفتلك الابيس اللي سيفتلك بالنسبة هذا العام يعني الدخل البرتو قالك عيكون مستركته يعني عي المراقبة كتر بالنسبة للبيتة الدخلة والخرجة ديالو تكون في 24 ساعات ديالو يعني ما عي كنترولي فش على الساعة ولا هادا ولكن النهار اللي عي توصى ليكون ديك البيت في ديك 24 ساعات يعني حوالي ديك 24 ساعات اللي هو وصل فيها يعني مشي عي بلوكيو الدخلة ولا هادا ولكن عي يكون اغلب الاصبقية من ديك الناس اللي هما مريس ربين في ديك النهار فالنصيحة ان الناس اه يعني المسافرين كاملين والمتطبعين ذلك علم هذه القضية هذه لإنسان يحاول يرسبت النهار اللي هو ما شي فيه ما شيحة عداء البيئة ولا شي حاجة ولكن غير باش يكون عنده الأسباقية فالنهار اللي هو اللي ما شي فيه هذا الشي مكان كما الشخوة المغربة والجالية المغربية في كل مكان والسلام عليكم وتحية طيبة للجميع هذه فقط مقدمة لهذا الفيديو الإخوان المغاربة اللي كيشبروطريق المغرب واللي كيهزو حمولة يعني أكتر بكتير من المسموح بها هاد الناس يعني كان عندهم أكتر من سبعمائة كيلوغرام اللي زيدة في سيارة ديالهم وكما شوف رضو عليهم على أنهم يعني يخويوها يعني يصيبوها مالي وعاد غرامة مالية مالي تمشو الميتين وطعين ديال الأورو اللي خلصوها وصيبوه يعني النص ديال الحمولة ديالهم ولهذا هاد الفيديو هو فقط تحديري هاد الفيديو راه مر عليه يعني وقت مرت عليه القرابة ديال السنة ولكن فقط كندكروكم يعني من هاد الحمولة زائدة ومن السرقة في الطريق يعني إذا كنتو قد نساوه احنا هنا باش نذكروكم وقد نهضروا على غلاء التذاكر بما أننا مقبلين على العطلة الصيفية والبداية ديال السفر ديال الجالية المغربية إلى المغرب احنا عندنا وكالة أصفار اللي كانت يقو فيها اللي هي وكالة نوري الأصفار عندهم تطبيق ديالهم خاص الابريكاسيون ديالهم اللي هي ديريكت بلادي وإذا عملتوا دائما يعني في الحز ديالكم إذا عملتوا عثمان 24 فكيكون عندكم واحد تخفيض ديال 5% هذا من جهة كما كنتشوفوا هذا هو التطبيق وهنا غادي نهضروا على الغلاء ديال التذاكر ووجهنا نداء للوزارة المكلفة بالجالية المغربية باش تكون يعني مفاوضات مع هات الشركات ديال النقل ويكون كذلك تفكير في شركات أخرى يعني ما يبقاش خصا خصا يعني الرحلات طويلة كما عارفين يعني الرحلات اللي كتربط ما بين إيطاليا وميناء طنجة المتوسط إيطاليا كان هضروا على جينوبا كان هضروا على مارسيليا وكان هضروا على الساد وعلى بارسلون افتجاه المغرب كذلك الميريا نادو يعني خصوصا هذه الخطوط هذه فرح غالية وغالية الزك وخصي عرفوا مغاربة الداخل اللي بعض منهم كيعيرون فرا كنخلصوا مبالغ مالية مهمة باش نوصلوا بعدها غير نعندكم المغرب را كيلي كيخلص حتى الأربعة ديال المليون فهنا الصراحة ما كان فهمش أنا يعني كينا كروسيروس اللي كتكون يعني رحلات لمدة طويلة الأسبوع يعني بالأكل والشرب وجميع أنواع ديال الترفيه وما كتوصلش يعني الربع ديال هذه الأتمينة ما عرفتنا على شهد الرحلات الغالية كذلك الرحلات الجوية الطويلة لإخوان ديالنا المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية كندا وأستراليا فالأتمينة جد باهضة فديما كنطلبو على أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية كننظر على وزارة الخارجية يعني علاش علاش يعني ما كنش مفاوضات مع هذه الشركات ديال النقل سواء البحرية أو الجوية فتكون تخفيضات ويكون يعني اتفاقيات مع شركات أخرى يعني باش ما تبقاش باش ما يبقاش احتكار لبعض الشركات الإيطالية هنا خوصا في هذه الخطوط الطويلة يعني يكونوا شركات أخرى باش تخلق المنافسة والمنافسة هي اللي خوصا الرحلات الطويلة كنضرو على البحرية راكين أتمينة خوصا في هذا الوقت هذا ديال العطلة الصيفية فراكين نسلي كتخلص حسن 3400 4000 ديال الأورو مالي من بعد نخليكم مع التتمة ديال الفيديو كما قلت كوم عندنا وكالة أصفر اللي كنتيقوا فيها اللي هي وكالة نور الأصفر والتطبيق ديالون اللي هو هذا كما كنت شوفوا ديال 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 دخلوا يعني كملوا الإجراءات كل لهم بعد نعطيكم أنكم تعملوا الكود فعملوا الكود ديال عوتمان أوطمان 2400 أوطمان 2400 يكون عندكم واحد سكون ديال 5% وهذا الوكالة يعني كينوا احتيقة كبيرة الناس كان عرفوهم زيان يعني عائلة على هاتش يعني مرة مرة كان هضر عليهم وده تشوفوا المشكل ديال التذاكر غلا التذاكر يعني يخيم على استعدادات جالية المغربية لدخول أرض الوطن تستعد الجالية المغربية في غضون السابع المقبلة لدخول تراب وطني في إطار عملية مرحبة لسنة 2400 وذلك تزامن مع حلول عيد الأضحى وقترب العطلة الصيفية سنوية حيث من المرتقب أن يدفع حلول العيد هذه السنة باكين الجالية إلى إعادة برمجة دخولها المغرب خصوصا بالنسبة للعائلات التي ترتبط بالتزامات دراسة لأبنائها وعلى هذا النحو عقدت لجنة المختصة المغربية الإسبانية المكلفة بعملة العبور البحري الاثنين الماضي بطنجة اجتماعا مشاركا خصصا لمناقشة ترتيبات إنجاح موسم عبور الجالية المغربية صوبة بلدها الأم وبحث سبل ضمن تنقلها وسط توقعات بتجليل أرقام مهمة وهنا سنجد مع واحد تجليل صوتي بعض الشركات التي ترسل الوكالات الأصفار هذه التنبيهات وهذه التحذيرات سنجد مع واحد تجليل صوتي باش تعرفوا فيما يتعلق بتذاكير المفتوحة في غضون 24 ساعة كنت تعطى يعني ذاك البيئة التي تعدتها كنت تعطى الأولوية والحقية للناس التي عندهم البيئة لا سوف يرفضونك البيئة لك لا سوف يقولك لا سوف تسفر ولكن كنت تعطى الأولوية الناس سمعوا هذا الأوديو ونكملوا الفيديو الذي بديته معكم في البداية غير هو بارتاج ضائكات لا بد الخوض أنا منطوش عليكم بزاف سمعوا الأوديو ونفرصكم أمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته